خلينا نتفق إن كلنا أحياناً بنبقى قاعدين وتحس كده إن طاقتنا ساعة تقول إيه بلهجتنا العادية أنا ما عنديش طاقة طاقتي بجد وقعة جداً ومتبقاش عارف إيه السبب أو تبقى حزس إن بيتك تقيل أو تخش بيوت تقول إيه البيت ده طابق على نفسي نستعمل الحاجات دي وإحنا مش عارفين إيه الأسباب تعالوا كده نفق المسألة ونتكلم أكتر عن حاجات كتير جداً ممكن تساعدنا خصوصاً حتى في الفترة اللي احنا موجودين فيها دي يعني صيف وبنروح بحر وموجودين في بيوت ونقدر نجدد إيه ونغير إيه وناخد بالنا من إيه ضفتي يعني هي كلها طاقة أصلاً حلوة وهي حلوة وحاتكلمنا عن علم الطاقة دكتورة سوها عيد مساء الخير يا دكتورة سوها مساء الخير بجد أنا سعيدة أنك موجودة معنا وتشاعي دايماً طاقة حلوة خلينا كده يعني دايماً بنسمع الجملة دي يقولك إيه أنا قاعد في البيت حاسس إن طاقتي كده حاسس إن حاجة كتمة على نفسي والناس ما بتبقاش عارفة إيه السبب هو طبعاً ده بيرجع لعلم الفونشوي أو طاقة المكان اللي هي مصارات الطاقة الغير مرئية في المكان دي بتأثر على الإنسان يا إما بالإيجاب أو السلب عن طريقة الدكور الإنشاء بتاع المكان مواقع الحمامات والمطابخ غرفة النوم اتجاه سريرك بتنام فين وراك إيه قدامك إيه حاجات كتير طبعاً أنا هاخد معاجي بالتفاصيل عشان خلينا نقرب للناس إيه فكرة اتجاه السرير أنا مثلاً في البيت أحط السرير فين أول حاجة إحنا عندنا أربع حوائط للقودة لأنها قودة مربعة أو مستطيل ففيها أربع حوائط لما يكون عندي حيطة مشتركة مع حمام يبقى معنا كده ما ينفعش أحط السرير إيه السبب؟ ليه لأن احنا عندنا مصارات مية زي ما هو في ضحر الفي آه آه اللي هي الحاجات اللي هي موسيل المية عموماً يعني الموسيل المية دي بتبقى فيها مية والمية دايماً معروفة أنا متحركة وغير استاكنة فدي بتعمل أرق وقلق وعدم راحة للشخص اللي نايم ووراه حيطة الحمام فلما يكون بقى فيه حمام مشترك مع الحيطة اللي بنامع عليها آه دي صورة دي صورة هاي نفس الفيلم ده ده الحمام والحيطة وده السرير آه فأنتي مش عايزة يتحطى على الحيطة دي آه سواء تولاد سواء حوض سواء يعني بيأثر ايه على الطاقة يعني بيأثر على الشخص بيخليه في وضع قلق غير مستقر بيبتدي ان هي يعني بيفشل يعني طاقة المية والحيطة بيزيله قلق لا متحركة احنا مفروض الطاقة بتاعيتنا نوم سبتة والنام علشان دي قدوة نوم آه فمعنا كده هتلاقي السبقانشوس والانسان هجيله يبع عنده قلق ومش عارف القلق فيه مش عارف القلق منه فإذا انت بتنصحيح انهما ينقلوا السرير في حتة تاني يبقى المكان ده نحط فيه دولاب ده الصح هنا برضو غلط هنا غلط دايما كتير قوي بتلاقي قود النوم بعض البيوت مش كل البيوت طبعا في التصميم راح عاملك قدوة قدوة النوم قدام قدوة الحمام ده غلط جدا 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 لازم ينرحل باب الحمام يمين ينرحل باب انتي مش عايزة الحمام يقترب من قدوة النوم يعني حتى كده كمان لانه مصار طاقة مندفع يعني هتلاقي مصار طاقة حيطة منهاش علاقة بالحمام سماعت كمان انتي قلت مرة او يعني حكيتي لي انا شخصينا وقلت المرايات اه طب اللي هي فكرة ان انا المراية اللي في الوش يعني بتبقاش المراية في وش السرير اه مصبوط او المرايات الكتيرة يعني انا بشوف الناس للوقتي قطعة الديكور دي بقت سهلة قوي اه بدل ما يكون عندك دولاب فيه قيمة حلوة وشكل حلو جمال حلو بنروح جايبين على الدولاب مراية ببير كل الستات تحب المرايات ماشي بس مش بالترياض يعني احنا عايزين نعمل زي زمان جدتي وجدتك كانوا زمان يبقى عندهم المراية المراية جوه الدولاب جوه الدولاب تفتحي درفة الدولاب تلاقي المراية جوه طب هنا بقى صح ولا غلط هنا برضو غلط دي بتعمل مشاكل صداع ممكن امراض في السدر اللي هي قريبة برضو من مصار الطاقة مندفع مصار الطاقة قريبة من الحمام برضو اه وبيصيب مين بالمرض اكتر واحد بيمرض الزوجة او الزوج اللي نايم على الطرف اللي اصاد الباب باب الحمام هو ده اللي عنده قرق ده اللي هيبقى عيان مريض كمان بيجيله امراض عنده قلق طول الوقت عدم استقرار عدم ارتياح فده بيخلق ولو كده بقى كمان عنده الحمام هنا ومراية فوش لا مراية فوش وبقى دي انعكاس طاقة مش لطيف ليه احنا المرايات المفروض طبيعتها بتلاقي مراية بحكم كبير تلاقيها في الجم بتلاقيها في المكان اللي فيه رأس مثلا او حركة ونشاط تديكي حركة ونشاط وطاقة عالية فاذا انت قصدك ان المراية بتصح صح البني ادم وبني ادم لازم ينام والمفروض ان احنا ده مكان للنوم فبتعملش طاقة حركية عالية فبالتالي احنا محتاجين المراية دي تكون مقننة زي زمان يبقى تلاقي السراحة لها ضرفتين قبل ما نام ما قفل السراحة ما فيش مشكلة ولكن ما يكونش ما يكونش فيه انعكاس طاقي مباشر هنا الصورة دي صح ولا غلو الصورة دي جميلة حلو قوي يعني صح جمالها حلو ازاي ان هي بصي الالوان حيادية انت هنا تقصدي طاقة الالوان هنا اه مش عايزة ازعاج بصري فيه ناس كتير تلاقي انا بوافق على ده بحب بعض من ازعاج البصري انا بشوف قود نوم حمرة مثلا حتة حمرة وقودة نوم سودة غلط طبعا القشوت صعب دي الالوان النوت كالور اللي هي ممكن تكون البيج او رمادي يعني ازا قود النوم لازم تكون الوانها هادي سرير لونه هادي انا مرة يعني صديقة ليا بتقولي يعني انا اشتريت مثلا يعني ملايا لونها نبيتي والقودة سودة فانا قلت لها انت هتنامي ازاي اصلا لا لا هتتخاني اي وجوزة اكيد بجد فانت دايما خياني رجع للصورة دي استأذنكم الصورة دي ازا الالوان كل ما كانت السرير هادي عشان كده دايما تلاقي الفنادق دايما السرير ابيض عشان كده انت تحبي الفندق تحبي الفنادق او توليها برتاح فيه بترتاح فيه او المستشفى المستشفى مش قوي لا يعني بيحطوا حاجات بيضة حاجات هادية فايزا لازم السرير الوانه هادية يعني السرير ممكن يكون ملايات السرير ممكن تكون سمو تكون لونها مثلا اورنج فاتح هادي يكون فيها حاجة مثلا خاصة بالانسان انه هو ايه يبقى لون بينك وردي كده يعني كل ما كانت الدنيا هادية كل ما الانسان ما هادية الانسان برتاح اكترك ولا تشوش تشويش في حياتك وده مهم فتاقته جدا جدا هتقي انسان مستقر نجح في حياته بينام كويس لان دايما ايه علاقة النوم بالنجاح ايه نم برتاح يأتيك النجاح كل ما تنام بعمق وتنام بقوة كويس قوي تقدر انك انت تنجح في حياتك وتبقى سعيد وموصول ترجمة نانسي قنقر